عالم فن. طبعا. وليه يبقى فني يعني مش اه ما انا عمال اكلمك وغيرك بيتكلم والكل عمال يتكلم والكل معلوش جمرك. تعال اتفق ان في فرق ما بين الكلام اللي هو لا يودي ولا يجيب اللي بنسميه في مصر كلام فارغ. اه كلام فارغ. يقول لك كلام اللي يوده. وليه معنى بالانجليز كده. اه ما عملوش. ايوة بالزبط كده. وكلام. شفت انا بعرف انجليز ازاي. والكلام اللي هو كلام مليان كلام معتبر. كلام يوصلنا الحاجة. قلت حاجة مهمة قوي في المقدمة دلوقتي لفتت نظري انه بتقولي واحد. كل كلامي مهم. ده اقل حاجة. اه سنت بتقولي قلت حاجة مهمة. ان اه ان الواحد ممكن يبقى قصده خير ويعمل مشاكل. طيب مع ربنا سبحانه وتعالى النية هي الاهم. اه. ان انا نيتي خير. ده ربنا. ده ربنا. لكن مع الناس الكلام هو الاهم. اه. يقول لك ده الابقه. اه. يا عم والله ما كان قصده. مهوم. بس. يقول لك ده الابقه. انا مقدرش يخش الناية اللي قدامي. واقرى نيته. واعرف هو يقصد ايه. قرق النواية الله. بس. فعشان كده مع ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كافي جدا ان انت بتقبع نيتك كويسة في اللي بتعمله. لكن مع البناء قدمين مع الناس لها مش كفاية. لازم تختاري الكلام المناسب لحالته من نفسية. الكلام المناسب في التوقيت المناسب. لازم تعمل ده كله. وإلا لو ما عملتش ده كله. كل علاقاتك بالناس هتتأثر. انا انا مقتنع ان الانسان اذا عارف يتكلم مع نفسه هتختفي نص مشاكله. وازا عارف يتكلم مع الناس هيختفي النص التاني. يعني شايف انه جزء رئيسي من مشاكلنا مع الناس مع الاخرين هو لسنة. الكلام طبعا. طبعا. الكلمة الناس اللي بتحدف دبش وتقولك اسطنة صريح. لأ هو عفقة الصراحة ليست مبرر ان تكون قليل الزوق. ان كنت بتتكلم معه. ويعني دبش انت شافه قليل الزوق. طبعا. انت اذا كنت عايز تقول حاجة الخير. لازم تقولها بطريقة كويسة. وبطريقة ايجابية. وبطريقة تشجع الناس. يعني احنا عايزين نفتح نفس الناس انها تسمعنا. تعرف ربنا لما قال سيدنا موسى واخوه هارون لما يروح له فرعون. فرعون ده طغى. كفر وقال انا ربكم الاعلى. اه. فيش بعد كده. قال له ايه. قول له قولا لينا. صحيح. يعني قولوله كلام بالراحة. بزبط. كلام حنيين. بزبط. خدوا مع الدنيا واحدة واحدة. اه. احنا بقى بنمسك مش يالله يا كفر بقى انت رايح تعمل ايه لها. ده احنا رسل ربنا. ده انت رايح جهنم. يعني انت فاهم. ايه. خلي بالك لو قالوا الجلام ده كده. ما الكلام حقيقي. نحن رسل ربنا. ايه. انت رايح جهنم. ايه احنا. يعني فاهم. بس هو السؤال بقى دايما المشكلة مش في انت عايز تقول ايه. المشكلة في انت قلته ازاي. تعال انا اتفق انه في حاجة كده بتخلي الناس مش مش واخدة بالها. ان احنا قدام بعض فانت بتالك لما تسمعني حتفهمني. مم. لأ انا وداني صحيح مفتوحة. بس ممكن تكون عقلي لسه ما تفتحش. ممكن يكون قلبي لسه ما تفتح لكش. الو ده مفتوحة بس العقل والقل. يعني انت مكن ترغي وانا باين ان انا باسمعك. طبعا انا سرحان. او كلامك جوا بيعمل جواي حاجة عكس اللي انت عايزها. مم. كلامك بدل ما يخليني اسمع نصيحتك وتعطف معاك واعمل اللي انت عاوزه. يخليني اقعند وتعصى وحاول ادايقك وتعمد بينك ان انا مش مهتم بيه. لان انت ما فتحتش قلبي. ما فتحتش عقلي يا اسمعك. ما شجعتنيش. ما فتحتش نفسي. تخيل كده ان احنا وحنا وحنا بنتكلم مع الناس. الناس اللي قدامنا دي كأن على ودانها في حاجة. طيب الحاجة دي هي ايه? هي دوشة او صداع او ما عندوش وقت. او متدايق او مش عايز يسمع كلام بايخ او بيرفض النصيحة. شطرتك انت وانت بتتكلم معاه ان ك تشيل ده من على ودانه. انك تشيل ده وتخليه عايز يسمعك. ومتقبل ان هو عايز يسمع نصيحتك. واحنا ايه ما شكلنا مع نصايح? ان النصايح مش انها وحشة. انها بتتقال طول الوقت بنظرة الاستاذ للخايب. نظرة الاستاذ لللي مش فاهم. بنظرة الاستاذ لللي مش متعلم كويس. عشان كده طول الوقت الناس بترفض نصيح اهليها وبتسمع كلام صحابها. ليه? لان النظرة خلينا نتفق ان انت لازم. انا نبي وانت كافر. اه خلاص ايه? مصفت كده. ما ينفعش. لازم نشجع الناس انها تسمعنا. لازم نفتح نفس الناس انها تسمعنا. حاجة مهمة كمان. ممكن تبقى انت داخل تتكلم مع واحد وعندك نية كويسة. عايز فعلا تنصحه وعايز تقوله حاجة كويسة. بس هو يقولك حاجة يا عصابك يدايقك. تلاقي نيتك تغيرت. لقى نفسك لقى ده انا عايز بقى اديده على دماغه. ده انا عايز بقى اعرف ان هو مش فهم حاجة. لو سمحت اي حد بيسمعنا وعايز تكلم مع حد حافظ على نيتك. حافظ على ان انت داخل تتكلم بشكل معين مع الشخص ده تنصحه. مهما كان عنيد مهما كان غلس معك. طيب. ايا كان المواقف اللي انا هتكلم فيها بس اكيد اه في قواعد بتاحكم عملية الكلام. ايا كان المواقف. اول قاعدة ايه مسلا? اول قاعدة زي ما اه انها من شوية اه افتح نفسي لقدامك المتكلم. القاعدة التانية خليك محدد. هو ده حوار في حاجة محددة ولا ده كشف حساب. يعني انت قاعد مع امراضك عشان تناقشها في مشكلة حصلت ما بينكم. او رد فعل لها ما عجبكش او اي تصرف انت معترض عليه. ولا انت عايز توصلها رسالة ان انت انسانها مش كويسة. فعملت لها القديم والجديد. عملت تفكرها من اربع تيام حصل ومن اسبوعين حصل. خليك محدد. خليك عارف انت عايز توصل. ده مش كشف حساب. محدش ينفع يتناقش مع حد. فاربع خمس مواقف مع بعض. الا ازا كان مش عايز يتناقش. تعايز يقول معنا اللي قدامك ده وحش وخلاص. فلازم تكون محدد. لازم كمان وانت بتتكلم مع الناس ما تتكلمش معهم الا لما يكونوا هم مستعدين يسمعوا عنده القابلية. الوقت ده مناسب. المكان اللي انت بتتكلم فيه ده مناسب. هو مستعد يسمع النعدة من الكلام. يعني ما تجيش لواحد مثلا هو بيشتكي لك من حاجة وتقرر انك تنصحه. وتطلع له عيوب وايه الصحة وايه الغلط. هو دلوقتي محتاج منك مراعال مشاعره. عشان كده لازم احنا بنتكلم مع الناس نفرق ما بينه عم الاحتياجات. الاحتياجات المنطقية اللي اي حد فينا فهمها. والاحتياجات الانسانية والعاطفية. انه اللي قدامك ده دلوقتي قد يكون مش محتاج. الفرز. الحاجات المنطقية اللي اي حد ما يختلفش عليها. واحد جعان عايز يأكل. واحد بردان عايز يلبس تقيل. دي حاجات منطقية خلاص. في حاجات ابعد منها شوية. فيه اه انسان محتاج حنان. الانسان محتاج اهتمام. ايوه هو يعرف فيه يعمل الحاجة دي لوحده. بس انت لما بتعملها ما بتحسسه ان انت مهتم بيه. مسال. مسال واحد وامراته. هي بتعرف تلبسه بتعرف تختار لبسها او تقدر تنزل تشتري الحاجة بالسوبر ماركت لوحدها. لكن لما انت بتنزل معها مرة كل فين وفين ده بيدي لها رسالة ان انت مهتم بيها. طيب ما بتعرف تشتري. ما تقدر تتصل بالموبايل ويجي لها هوم ديليفري. بس الحكاية مش كده. الحكاية ان هي محتاجة دلوقتي نفسيا تحس ان في حد بيشاركها. ابنك بيعرف يتصرف وبيعرف يروح ويجي لكن محتاج منك مرة ان انت تروح مع التمرين. مش عشان توصله. لكن علشان تحسسه ان انت مهتم بيه. الاحتياجات النفسية دي اي واحد بيتعامل مع الناس. وبيهمل احتياجاتهم النفسية. وبيركز بس على احتياجات المنطقية عمر ما تبقى علاقته بيه هوم كويسة. طب هل الكلام بيختلف مني الامراتي عم مني المديري عم مني لو انا مدير وتحت هي موظفين عم مني الجاري عم مني الاسحابي? ولا الكلام هو الكلام? لا فيه طبعا اختلافات. فيه اختلافات هو فيه اساسيات لكن الجرعات فيها مختلفة. جرعة الاحترام مع ابنك موجودة بس مع احترامك هتكون ازيت شوية. مع مع مديرك هتكون ازيت شوية. مع جارك هتكون لها شكل تاني وحتعبر عنها بشكل مختلف. فالحكاية الاساسيات سابتة لكن الجرعات مختلفة. انا بعمل خلطة كده انا بتكلم مع القدامي. بعمل تركيبة كده. وخلي بالك من حاجة. فيه بقى قواعد مسلا تمشي مع كل الناس. زي مسلا ايه? بلاش يا جماعة نشرة اخبار النكد. يعني انت قاعد مع جارك. قاعد مع ابنك. قاعد مع امراتك. قاعد مع واحد صاحبك. انت ما بتشتكلوش من حاجة بس تقوله فاكر فلان اللي كان معنا في المدرسة مش تعب وجاله كزا وحصل له كزا. فاكر مش عارف اما كنا ماشين لده العمارة. العمارة اللي كان بتدميني وقعت يا راجل وحصل فيها مش عارف ايه. نشرة اخبار النكد دي بباخ جدا. انت بتقفل اللي قدامك مش قادر يسمعك. انت بتقفله وبتقوله كده. انا طول ما انت عاد جانبي انا هافضل اديك في الطاقة سلبية. وهافضل انكد عليك. فاتليه بعد شوية اللي عايز يعود معاك ولا عايز يتكلم معاك ولا حتى عايز يشوفه. يعني اكون حريص في كلامي.